السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله هنتكلم في الفيديو دوت عن ضوابط العمرة لعام 1443 هجرية كنت اتمنى ان نعمل الفيديو دوت بعد اعلان ضوابط وزارة السياحة المصرية لكن معظم متابع القناة من خارج مصر اغلبية المتابعين من الهند وباكستان طبعا الدول ديت مقفول عندها العمرة برضو زي مصر حاليا والباقي المتابعين معظمهم من المغرب والجزائر ربنا يمنى عليهم بالعمرة طبعا الدنيا مفتوحة عندهم الايام ديت مع بداية فتح العمرة المغرب والجزائر من الدول المفتوحة لها العمرة فعملت الفيديو دوت لعل احد المتابعين يستفد بالشرح للتوضيح الفيديو هيوضح ضوابط المملكة لحجاج الخارج لان طبعا حجاج الداخل لهم نظام مختلف في العمرة فالفيديو دوت هيناقش ضوابط المملكة اللي اعلنتها من ايام بالنسبة لمعتمر الخارج قبل ما اتكلم عن ضوابط العمرة لمعتمر الخارج في ملاحظة جديدة بالنسبة للضوابط وهو ان المملكة العربية السعودية اعلنت ضوابط العمرة في وقت مبكر يعني اول مرة خلال السنوات السابقة المملكة تعلم ضوابط العمرة الخارج من يوم 15 زول الحجة يعني بعد الحجة مباشرة تم نزول ضوابط العمرة الموضوع دوت هيدي مساحة لمسم العمرة ان هو يبقى طويل جدا يعني مسم العمرة بالنسبة للخارج هيبدأ زي ما هو واضح قدامنا دلوقتي هيبدأ من يوم واحد محرم بداية دخول معتمر الخارج وبداية اصدار التأشيرات السعودية سمحت باصدارها من يوم 15 زول الحجة طبعا ما فيش اي تأشيرات خرجت حتى الان فباذن الله خلال الايام القادمة تبدأ الدول المسموح لها بالسفر طبعا يتصدر لها التأشيرات واول معتمر الخارج ممكن الدخول لمملكة يوم واحد محرم لحد يوم 30 شوال فموسم العمرة كده كبير اخد يعتبر 10 شهور كاملين من محرم لحد شوال يعني زول حجة وزول قعدة وزول حجة بس العمرة متوقفة فيهم تمام دي الملاحظة اللي كنت عايز اقولها قبل ما ابدأ اتكلم عن ضوابط العمر الخارج ضوابط العمر الخارج بصراحة كبيرة بس انا هتكلم عن اهم ما يميز الضوابط بالنسبة للمعتمر اللي يشغل باله يعني بيخلاف الشركات الشركات طبعا الضوابط السكن وضوابط الحصول على التأشيرات دي مش هتشغل باله المعتمر قوي فاحنا نخلي الكلام بتاعنا على الضوابط الخاصة بالمعتمرين بالرغم من ان انا بسجل الفيديو دلوقتي من مصر وطبعا مصر مش من الدول ما سنحمل العمر دلوقتي الا ان الضوابط جاء فيها بعض المميزات عن السنة الماضية يعني الضوابط في عام 1442 هجرية كان فيها معوقات كبيرة جدا الحمد لله اتحلت السنة دي من المعوقات دي كان موضوع السن السن في عام 1442 السنة اللي فاتت كان من 18 ل50 سنة ده بالنسبة للمعتمر الخارج السنة دي الحمد لله في ضوابط المملكة السنة دي السن هيكون من 18 بدون حد اقصى وطبعا ده حاجة جميلة جدا بالنسبة للمعتمرين على مستوى العالم وربنا يكرمنا في مصر كده والدنيا تفتح فدي هتبقى حاجة كويسة جدا ان السن من 18 بدون حد اقصى تاني حاجة بالنسبة للضوابط يعني انا اول حاجة كلمنا في الضوابط اللي هم المعتمر لموضوع السن فمن السنة اللي فاتت كان السن من 18 ل50 السنة دي من 18 بدون حد اقصى الجديد السنة دي موضوع اللقاح المملكة مشترطة لاي حد ييجي عمره من الخارج انه هو يكون اخد جرعتين كاملين من اللقاح المعتمد في المملكة وده يعني فيه اعاقة طبعا لبعض الدول ومنها مصر ان اللقاحات الموجودة في المملكة مش متوفرة بكسرة في مصر انا ما عرفش بصراحة الدول العربية الباقية اللقاحات المعتمدة في المملكة متوفرة عندهم ولا لا ممكن يقولولنا في التعليقات موضوع اللقاحات المتوفرة عندهم في كل بلد عاملة ازاي يعني بالنسبة للقاحات المعتمدة في المملكة حتى الان وانا بسجل الفيديو هي اربع لقاحات فقط اللي هو لقاح فيزر واسترازانيكا وموديرنا وجونسون اند جونسون الخلاف كله طبعا خاصة في مصر بيسألوا على اللقاحات المتوفرة سينوفارم وده المصريين اخدوا منه بدأ التطعيم بي في مصر وسينوفاك لسه بتصنع في مصر اللقاحين دول اعتمدوا بالنسبة للمقيمين فقط يعني اللي معاه اقامة ويسافر السعودية واخد سينوفارم او سينوفاك دول المملكة اعتمدت اللقاحات دي للاقامة فقط وان شاء الله نأمل ان هي تعتمد اللقاحات دي للمعتمرين اما عشان لو حد بيتفرج على الفيديو من بلاد تانية بخلاف مصر فاللقاحات المعتمدة حتى الان من الدول اللي مفتوح لها العمرة طبعا جميع الدول العربية مفتوح لها العمرة معادة تلت دول فقط التلت دول الممنوعة من العمرة حتى الان اللي لسه ما تفتح لهمش العمرة هي مصر ولبنان والامارات جميع الدول العربية التانية مفتوح لها العمرة فالاشتراطات دلوقتي عشان حضرتك ناوة تطلع عمرة السنة دي لازم تكون اخذ جرعتين من اللقاحات اللي انا قلتها ليا فايزر واسترزانيكا وموديرنا وجونسون اند جونسون لو حضركت طعمت لقاحات تانية دي حتى الان غير معتمدة في المملكة ان شاء الله لو اعتمدوا لقاحات جديدة رسميا هنعمل فيديو ان شاء الله برضو ونعلنوه ده انا كده لخصت الضوابط اشترطوا ان انت تاخد جروعتين كاملين من لقاحات المعتمدة اللي احنا قلناها في اشترطات تانية طبعا ديت مش هتعاق ان انت تروح العمرة هتكون سبب في ارتفاع برغمج العمرة بالنسبة للأسعار لكن مش هتكون عاقا انت تروح وان شاء الله نأمل ان الدنيا تتحسن اكتر من كده الشروط التانية طبعا بالنسبة للسكن اهم حاجة يعني ان هيكون اتنين في الغرفة يعني هيكون السكن سنائي وبالنسبة للبصات هتكون نص قيمتها هتكون 25 فرض في البص اشترتوا طبعا تأمين للمعتمر هيكون مادي طبعا هيكون سعره اعلى شوية طبعا بدأوا ينزلوا الاسعار بتاعت التأمين ما ظنش ان هو سعره عالي اوي يعني الاسعار طبعا متوسط الاسعار عشان برضو نسبة هتامة في الاسعار خاصة في مصر هتكون اعلى من السنين اللي فاتت يعني لما العمرة تكون سنائي والباص هيكون بنص قيمته لا شك ان الاسعار هتكون اعلى ممكن ما تكونش اعلى اوي نظرة لان الاعداد برضو اللي بتروح قليلة واللي هتروح قليلة فربنا يسر ان شاء الله اول لما تنزل ضوابط وزارة السيحة المصرية ويتفتح الطيران لمصر هنبشركم برضو باذن الله في فيديو واسعدنا يعني بالمتابعتكم وجزاكم الله خيرا واتمنى ان انا كنا افدتكم بمعلومة جديدة وربنا يمين علينا كده في مصر بفتح العمرة ويمين على جميع البلاد وجميع المتابعين بعمر قريب ان شاء الله